بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم وتيحت لنا الفرصة لمناقشة أوضاع مدينة صباح الأحمد أوضاع التي لا تخفى ولا يعني تغيب عن الجميع ما يعانيه سكان المنطقم سنوات وكان هناك مطالبات واقتراحات عدة من أخوة زملاء وكل شارك على قدر الاستطاعة وتمت الزيارة من قبل أكثر من وزير ومن أكثر من نائب وتم الاطلاع على كل احتياجات هذه المدينة ولكن للأسف لحد الآن المدينة تعاني من بعض الاحتياجات الضرورية لسكان المدينة واليوم تحدثنا وكان هناك أكثر من مطالبات سواء من وزارة الداخلية باستتاح المخافر هناك تقريبا خمس مخافر وللأسف يوجد نقطة أمنية واحدة لا يمكن أن هذه النقطة أن تغطي المنطقة كاملة لا يخفى على عدد الوحدات السكنية والمساحة الجغرافية للمدينة لذلك يجب الاستعجال في تشغيل جميع المخافر وكذلك تعثيث المستشفى المصغر وتلبية احتياجات وزارة التربية كافة وتشغيل مركز الرعاية الأسرية في الضاحية أيضا وزارة الشغال عليها العمل أن يتم وفق للأسف يعني الآن طريق 306 الكل اللي شاهد الفترة الصباحية فقط لذلك يجب أن يكون هناك منوابات 24 ساعة يكون هذا الطريق يعمل لسرعة إنجازه وحماية لأرواح قاطني ومستخدمي الطريق أيضا هناك يجب تكون هناك خطة عمل لتشجير الطرق الداخلية في المدينة مع المؤسسة الرعاية السكنية وزارة التوفير حتى يجب على وزارة الأشغال توفير المياه المعالجة أيضا تكلمنا عن المحور الخدمي لأن كان هناك استلام لهذا المكان والعروض المتقدمة لكن لم يتم تشغيله لذلك أنا وجهت رسالة اليوم أول شكر للنواب جميعا نواب الأمة الذين شاركوا حتى من خارج الدائرة الخامسة في زيارة ودعم مطالبات المدينة وكذلك أخص نواب الدائرة الخامسة التي تكون المسؤولية عليهم مضاعفة لذلك كان لزاما علينا أن يكون هناك التزام أدبي بيننا نواب الدائرة الخامسة في حالة عدم التزام الحكومة بتوفير الخدمات في الوقت المحدد الذي سوف تطرحه ويكون اتفاق خلال السنة المالية الحالية في حالة عدم التزام الوزير المختص يقدم استجواب من محور واحد وهو عدم الالتزام بل الذي أطلق على نفسه أن يحدد هذه الخدمة أو يحدد الزمن الذي يكون فيه جاهز لتقديم هذه الاحتياجات أو إذا كان يرى أن هناك تخصير من أكثر من الوزير العدد العدد ما يخفى عليكم عشر نواب كتاب عدم التعاون مع رئيس الحكومة الذي هو مسؤول عن أداء وزرائه كلنا على حدة لذلك يجب أن يكون هناك الآن وضع النقاط على الحروف وإنهاء معاناة أخواننا سكان مدينة صباح الأحمد الذي تستحق كما قلت وهي تحمل اسم صاحب السمو أمير اللسانية يجب أن تكون متميزة هذه المدينة عن غيرها من المدن لهذا الاسم من وقع في قلوب المواطني لذلك إن شاء الله أنا متفائل بأن يكون هناك التزام من أخواني نواب الدائرة الخامسة في تحقيق مطالب أخوانهم سكان مدينة صباح الأحمد وإرغام وألزام الوزراء والحكومة بتوفير كل ما تحتاج هذه المدينة أجزاكم الله حسنا